إيه بقى الإيمان اللي خلصني اللي وصلني بالله هو الإيمان اللي بيشمل عقلي بعرف المعلومات اللي بيشمل مشاعري إن أنا بتأثر إن أنا إنسان خاطئ وعيزة توب دي فيها مشاعر بيتمثل في الإرادة يا رب نجيني يا رب أدخل لحياتي فالإيمان العامل هو اللي بيشمل ثلاث حاجات العقل والمشاعر والإرادة لما دول يكونوا موجودين ساعتها أقدر أتمتع بإيمان الخلاص إيمان الخلاص ده يديني ثمار والثمار دي أنا بعيش بها كل يوم والرب بيهز بحياتي لما السمرة مش طلعة مظبوطة بيبتدي يصلح في حياتي عشان تطلع السمر المظبوط لكن لو سبت نفسي الأعمال الجسد مش هطلع حاجة مفيدة مش هطلع حاجة ترضي الله بالمرة لا ولا يارسون ملكوت الله بالزبط قاطع تمام فلما نجمع ما قاله رسول بوليس بالروح القدس وما قاله يعقوب بالروح القدس هنلاقي المعنى جميل جدا فأنا بتبرر بالإيمان ده الخط الرأسي بيني وبين الله بتبرر بالأعمال ده الخط الأفقي اللي هو بيظهر للناس طب أنا بقول لي إيمان والليه علاقة بالله الناس هتعرف دي منين من الأعمال ومن ثمر الإيمان فهم خط رأسي تبرير قدام الله بالإيمان بالمسيح خط أفقي تبرير أمام الناس بالثمر فالخطين دول متكاملين ما قدرش أقول للخط الأفقي ده اللي هو أن أنا أتبرر قدام الناس يرفعني للخط الرأسي مش هتيجي لازم الخط الرأسي أولا بيني وبين الله وبعدين ثمار الأعمال في حياتي الآية اللي اقتبستها في رسالة أفسوس إصحاح 2 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد على طول آية عشرة مكتوب لأننا عملهم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها بالمقابل في الأعمال الصالحة في أعمال الإيمان في أعمال البر كمان يتكلم عنها الكتاب المقدس وبعدين الله أعدها عشان نسلك فيها فده شيء جميل جدا والباكج بالزبط كده وبأعتقد أني أحسن حياة للإنسان المؤمن أنه يكتشف إيه اللي ربنا عايزه يعمله في حياتي واعمله وبعدين هو أعدها فيه ناس قالوا يبقى احنا كده مسيرين ومش عارفه لا عارف زي ما يكون فيه تراك مثلا بتوع اللي بيعملوا المسابقات أولمبياد بالعجل لازم التراك يكون مجهز لو التراك ده مش مجهز المسار ده مش يعرفه يتسابقه بالعجل فالله أعد الطريق يعني ما عنديش حجة أقول له يا رب أنت معطتنيش الإمكانيات إنه أعمل ده لا هو أعطاني بس عليك تشفها وعملها والشيء الجميل يا أسيس نزار إن الله مش عنده خطة واحدة لكل المؤمنين في العالم وعنده ويبعتها لكل الناس لا ده خطة لكل واحد بذاته لكل واحد بظروفه عشان كده كل واحد لازم يكون عنده الحساسية لصوت الله في حياته عشان يعرف الرب عايزني يعمل إيه ويعمله لو ده حصل هتكون ده قمة السعادة ففي جملة عجيبة جملة حلوة مش عجيبة جملة بحبها قوي بنقول إن إحنا لسنا مخلصين بالإيمان بالإضافة إلى الأعمال ولكن بالإيمان الذي يعمل هاي جملة باللغة الإنجليزية كتير جميلة We are not saved by faith and works We are saved by faith that works ده أنا اللي كنت عايز أقول كده والحمد لله إنها من ترجمة بالعربي كمان لأن الإيمان ده لازم يشتغل لازم يكون له ثمر في حياتنا ترجمة نانسي قنقر